اشتركوا في القناة مصورة التقطتها كاميرا تابعة لميليشيات الحوث الإنقلابية في إحدى جبهات مأرب قبل أن تضغطها قوات الجيش وتوضح مشاهد الكاميرا التي وقعت في يد الجيش الوطني لحظة توثيق مصرع جميع ناصر الميليشيات غرب مأرب وتتكبد ميليشيات الحوث الإنقلابية خسائر بشرية ومادية فادحة في جبهة مأرب أهلا الجيش الوطني اليوم سقاط طائرة حوثية مسيرة مفخخة في مدينة تعاز وأقل المركز الإعلامي لمحور تعاز أن الجيش أسقط طائرة مسيرة تابعة لميليشيات الحوثية في جبهة المطار القديم غرب المدينة استنكرت رابطة أمهات المختطفين تغيب قضية المختطفين والمعتقلين تعسفيا والمخفيين قسرا عن الجهود والتحركات الإقليمية والأممية المبدولة لإنهاء الحرب في اليمن وقالت الرابطة في بيان صادر عن الوقفة التي نفذت أمام مكتب المبعوث الأممي في صنعاء قالت أن أمليشي الحوثي تواصل اختطاف واحتجاز 624 مدنيا بينهم أربع نساء كما تواصل الحكومة اعتقال 25 مدنيا وطالبت الرابطة بإطلاق صراح المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسرا دون قيد وشرط وفي مقدمته من نساء وشددت على ضرورة إيلاء ملف المختطفين والمعتقلين الاهتمام من قبل الوسطاء الإقليميين والدوليين والضغط على الأطراف لإنجاز الاتفاقات المتعلقة بهم بشكل كامل وشامل أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن مكافأة مالية قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن زعيم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية خالد سعيد باطرفي وقالت الخارجية الأمريكية في تغريدة على موقع تويتر نشرها حساب مكافأات من أجل العدالة التابع لها قالت إنه بينما يسرح قادة تنظيم القاعدة ويمرحون في إيران حيث يتخذونها مقرا لهم يقوم خالد باطرفي وأتباعه بتنفيذ تعليمات هؤلاء القادة بإراقة الدماء الأبرياء في اليمن وضافت أنه لا مكان لخوانة القاعدة في اليمن حاضرا ومستقبلا شنت ميليشيا الحوثي الإرهابية حملة اختطافات واسعة طالت العشرات من أنصار جماعة التبليغ في ثماني مدن يمنية وقالت مصادر مطلعة للشرق الأوسط إن ميليشيا الحوثي اختطفت خلال الأسبوعين الماضيين 150 شخصا من جماعة التبليغ على الأقل وزجت بهم في سجون سرية سعيا لوقف تحركات أتباعها التي تقتصر على الأعمال الدعوية في المساجد وأشرت المصادر إلى أن رفض غالبية المنتمين لجماعة التبليغ الرضوخ لضغوط ومطالب الميليشيات دفع قيادة الميليشيا إلى إصدار تعميمات تحض فيها على تعقبهم ووقف كل تحركاتهم في جميع القرى والمدن والمناطق الخاضعة للسيطرة الإنقلابية قتل وجريحات تسعة مسلحين في اشتباكات عنيفة دارت مساء أمس في مدينة الشيخ عثمان بالعاصمة المؤقتة عدن وأندلعت الاشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين فصيلين من تشكيلات الوجهة الانتقالية المسلحة وتسببت الاشتباكات في احتراق محل تجاري وسيارة أحد المواطنين وتضرر عدد من المنازل ولاحقا قال بيان للجنة الأمنية صدر مساء أمس إن الأوضاع في الشيخ عثمان تحت السيطرة نهاية الموجز دمتم ودام الوطن بألف خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر